موسيقى وجه حزب جبهة العمل الإسلامي مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور قال فيها إن 50% من كلفة فاتورة الطاقة في الأردن هي كلفة مفتعلة تذهب لتمويل الهدر في الكهرباء والمحروقات في هذه الأثناء يترقب المواطنون نتائج المشاورات بين الحكومة ومجلس النواب حول أسعار الكهرباء حيث تتمسك الحكومة بموقفها ويتمسك مجلس النواب بإلغاء القرار قضية رفع أسعار الكهرباء في التقرير التالي ما تزال قضية رفع أسعار الكهرباء تتفاعل في الأوساط الشعبية والسياسية نظرا لما تعكسه من آثار على المواطنين والقطاعات الاقتصادية في المملكة وأصبحت ساحة معركة بين الحكومة والنواب بعد انخفاض أسعار النفط عالميا وبحسب خطة الحكومة التي أقرتها في عام 2013 ولغاية 2017 تم رفع أسعار الكهرباء منذ بداية العام الحالي بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 15% حسب فئة المشتركين واستهلاكاتهم فبالنسبة للمشتركين المنزليين تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 7.5% على من تزيد فاتورتهم عن 50 دينارا أو بمعدل 600 كيلو واط لكل ساعة في الشهر خلال العام الجاري أما المشتركين التجاريين والصناعيين الصغار والمتوسطين التزويد النهاري والليلي والصناعات الأخرى فبلغت نسبة الزيادة بالتعرفة للعام الحالي 15% والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة زيادة 7.5% أما الصناعات المختلطة التجارية والزراعية فبلغت نسبة الزيادة 12% أما نسبة زيادة البنوك وشركات الاتصالات فبلغت 5% هذه النسب انخفضت بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة واللجنة النيابية المشتركة يقضي بخفض نسب الرفع إلى النصف لكن هذا الاتفاق لم يرى النور طويلا فما أن ترح هذا الاتفاق تحت القبة حتى قبل بالرفض التام إذ صوت النواب بالأغلبية على رفض رفع أسعار الكهرباء بأي نسبة كانت الكرة الآن في ملعب الحكومة التي ترى في قرار رفع أسعار الكهرباء فرصة لمعالجة خسائر الكهرباء الوطنية وقطاع الطاقة ويقيدها الالتزام مع الجهات الدولية المانحة والتي حددت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصاد الحكومي أما مجلس النواب فقراره غير ملزم للحكومة ولم يبقى في يده سوى ورقتان في معركة الكهرباء إما رد الموازنة العامة للدولة أو طرح الثقة بالحكومة